تواصل وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حقب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية بمضبطة بلغة 151 طن في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 8 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعاد من السعر الرسمي تمضبط 138 طن أما في مجال قضايا المخابس فتمضبط 723 قضية من بينها 157 قضية خبز نقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابق للمؤصفات